يستعد البرلمان العراقي لاستجواب وزير الخارجي إبراهيم الجعفري الذي يعد أحد أبرز أقطاب حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي التي تعيش وضعا أمنيا واقتصاديا صعبا في وقت كشفت فيه مصادر داخل التحالف الوطني أن الغاية من الاستجوابات المتوالية لعدد من وزراء حكومة العبادي محاولة لإسقاطها والبحث عن الاندفاع لاستجواب السيد وزير الخارجي في مسألة الفساد داخل الوزارة وداخل السنفارات العراقية الموجودة حول العالم ما راح يكون هناك أي أثر إيجابي بالوقت الراهن ولكن أعتقد بعد تحرير الموصل راح تظهر كثير من الأمور وبالتالي ستسقط كثير من الرؤوس السياسية والبرلمانية من جانب آخر توقع السياسيون بأن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري قد يضطر إلى تقديم استقالته إذا شعر بأن الاستجواب ماض للحفاظ على صورته وموقعه داخل البيت الشيعية وعلى الرغم من وضع العباد الصعب فإن الأمريكيين يدعمونه في المرحلة الراهنة وسيمنعون استجوابه لحين انتهاء معركة استعادة الموصل قد يكون هناك ضغط من قبل بعض الأحزاب السياسية باختيار عنصر ثاني أو برلماني ثاني من جهة ثانية أو من كتلة ثانية ولذلك كان سيدة هي موجودة أكثر من ملف لأكثر من برلمانية ولكن الأبرز هم الوزارات السيادية مشروع الاستجوابات الذي تقوده جبهة الإصلاح داخل البرلمان المدعومة بشكل مباشر من قبل زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي يهدف إلى إسقاط حكومة العباد أو إضعافها ويسعى إلى استجواب العباد إذا نجح البرلمان في سحب الثقة من وزير خارجيته باعتباره آخر الأقطاب المتنفذين في الحكومة الحالية بحسب مراقبين وبحسب متابعين فإن ملف الاستجوابات النيابية لبعض الوزراء يخضع للمساومات السياسية فضلا عن سعي البعض لغلق ملفات وعدم كشف الأوراق من بغداد فراس الدوليمي ترجمة نانسي قنقر